هنا أنا يعني القرار إيه أو الحكم إيه بطلان العقد ده معناه أنه هل الشركة دي خلاص هترجع ليه الإدارة المصرية؟ طبعا بطلان العقد ده معناه عودة المتعقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وبالتالي الحالة اللي كنا عليها قبل التعاقد أن هذه الشركة ملكة للمال العام إيه اللي يحصل في الأحوال دي لابد على وزير قطاع الأعمال العام اللي هو وزير الاستثمار اللي هو السيد الجنزوري بقى دلوقتي يرجع تاني يرجع الشركة اللي هو باعه أن الدولة تضع يدها على كل ممتلكات هذه الشركة وتتديله الستة مليون وتعمل مقصة بقى تشوف كان عليه ديون قدي نعم وتتاخد إحنا الشركة دي عشان ننفذها اللي يحصل هيرجع تسعين في المئة من الأسهم مرة أخرى والحكومة المصرية تسترد 11 مليون ونص أظنني مش محتاجة يعني مش محتاجة أي جدل ولا أي نقاش الكلام حاولين بقى الاستثمار وجو الاستثمار والكلام اللي هم قاعدين يبتزون به ده إخلاقوا استثمار آمن حافظوا على المال العام قبل ما تتكلموا عن جرائم أنتوا بتحاولوا تغطوا عليها دي أموال ملك الناس حرام عليه كل أنتوا عملتوا في البلد حرام تفكيك الصناعة وتفكيك التجارة أستاذ خالد طب مني هل الشخص اللي اشترى شركات أي أن كان بقى الشركات اللي اتخصصت دي هل ممكن يروح للتحكيم الدولي ولا مش في الحالة دي من حقه أنه يروح للتحكيم الدولي بس أنا هقدر أكسر بالتحكيم الدولي ولا لأ أقدر أكسب التحكيم الدولي ليه لأن التحكيم بيحمل استثمار الجد والآمن ولا يحمل الاستثمار الفاسد وعندنا تجربة في مصر وتجربة في ميروبي كان في مطار راسدر مصر اديته الشركة الإنجليزية تعمل اكتشفت أن الشركة الإنجليزية قالت أن رأس مالها كذا وطلع رأس مالها أقل من كده بكتير فسحبت منها المشروع فرأ عمل تحكيم ضد مصر فمصر قدمت ما يفيد صحة مستندتها أنه كذب عليها في البيانات فكسبنا القضية وتقال أن هذا استثمار فاسد وأن الاستثمار الذي يحمى بالتحكيم هو الاستثمار الجد مطار نيروبي نفس الشيء كان رئيس كينيا دفع خد مليون من الشركة الإماراتية التي تعمل مطارين في كينيا ولما الحكومة الجديدة جات وتم الإطاحة به اكتشفوا هذا الأمر فقامت الشركة الإماراتية ورفعت قضية على نيروبي نيروبي كذبتها كينيا كذبت القضيطين لأن استثمار فاسد تب ده معناه إيه ده معناه أن على النائب العام مرة أخرى على النائب العام أن يتحرك لكشف شبكة الفساد جنائية القضاء الإداري كشف هذه الشبكة الإدارية وضح الخطر فين العيوب كانت موجودة فين إزاي تم إهضار القانون إزاي تم إهضار القيمة في التقييم ماشي على النائب العام أن يتحرك لكن بالطريقة دي تقول لي هيكسب التحكيم آه ممكن يكسب التحكيم أنا ما عنديش إرادة سياسية ولا إرادة قانونية لكشف الفساد طب أنا كمستثمر جاي أستثمر في بلد واشتريت شركة من الشركات وفي الآخر بعد عشر سنين اتضح أن العقد ده باطل وأنه كل ده بشكل أو بآخر فساد طب أنا كمستثمر بقى بسمع الكلام ده أن فيه كامل زي ما أنت بتقول من كل الشركات اللي اتخسخصت المفروض أنها ترجع تاني للدولة أنا كمستثمر بقى جديدة عايز أستثمر في بلد دي هل تفتكر أن ده مش نوع من طرد المستثمرين اللي هما يجوا يستثمره أهلا وسهلا بطرد أي مستثمر جاي أسر أي مستثمر جاي ياخد أرض ملك الناس بفساد أو ممتلكات ملك المجتمع بفساد مع السلامة وعشان كده ما أنا عايز أسألك هو فين الصناعة والتجارة اللي عندنا في مصر أنا مش شايف بصناعة هو فين؟ نحن ما بننتجش عجلة نحن ما بنصنعش عجلة نحن بقينا مجرد سوبر ماركت للصناعات الصينية وغيرها من الصناعات حتى إنتاج السيارات النصر السيارات اللي أنشئت في نفس الوقت اللي أنشئت فيه شركة تاتا في الهند وأنشئت فيه شركات السيارات في كوريا شوف السيارات في كوريا عندنا هنداي وعندنا كيا وعندها أسطول من هذه السيارات وإحنا دباحنا شركة النصر السيارات فين الإنتاج اللي هما بيتكلموا حوالين منه؟ انت جاي تكلمني على السراميك ولا تكلمني على الأسمنت اللي هو خام ومواد طبيعية في المجتمع جاي تكلمني عن صناعة المنسجات اللي هي طول العمر صناعة نابهة في مصر ودبحوها كمان ودبحوها ومش قادرين يقف ولا بالكويز عشان ياخدوا ميزة ان هم يدخلوا الصور الأمريكية فين الصناعة مفيش دولة في العالم لا الصين ولا انجلترا ولا اي دولة في العالم بنها المستثمرين اللي من بره الدولة هي اللي بتبني اقتصادها والشعب هو اللي بيبني اقتصاده لكنك تقول لي ان المستثمر ييجي من بره عشان يبني لك اقتصادك دي كده علينا ان احنا نتوقف عنه سيد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شكرا جزيلا لحضرتك زي ما بقول دايما نورتنا ونورت عقولنا شكرا لك افهم شايدين عارك سعيد واضح جدا انه كثير من الفساد بيظهر بعد صورة 25 يناير لكن واضح جدا انه الفساد ورا مشكلة واحدة انت ما بتحبش بلدك اللي بيعمل الفساد ده واضح انه هو بحبش بلده عايز مكسب سريع وخلاص عايز بيحاول انه هو بشكل او باخر يطور بلده عن طريق انه هو بيجيب افكار من الخارج لكن في الاول وفي الاخر ما بيطبقهاش صح ده كان يومنا نهارك سعيد